موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نص تضيف اليوم من العاصمة وتونس القيادي المؤسس في حزب نداء تونس الأستاذ محمد لزهر العكرمي أهلا وسهلا بك أستاذ محمد أستاذ محمد خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن تونس تتخذ الإجراءات الضرورية كافة حتى يتم تحييد الجهاديين التونسيين العائدين من بؤر النزاع في سوريا والعراق أولا ما هو هذا التحييد؟ التحييد عن ماذا؟ وما هي تلك الإجراءات؟ يعني قبل كل شيء مرحبا بك وكل مشاهدي قناة الميادين وشكرا على الاستضافة هذا مع هاجس كبير جدا في تونس عن الموجات الإرهابية التكفيرية التي ذهبت إلى سوريا وإلى العراق وإلى ليبيا إلى حد ما موضوع محل متابعة الحقيقة أمنية وسياسية واجتماعية لا بد له من حل هؤلاء إذا لم يعودوا بالألاف سيعودون بالمئات ونحن نعرف أن المناصحات والتوبة صعبة نسبيا بالنسبة لهؤلاء الشباب ونعرف أيضا أن هناك من حكموا وشملهم العفو التشريعي العام وخرجوا من السجون وأدمجوا حتى في وظائف ثم عادوا ليلقى عليهم القبض فيما بعد في خلايا تكفيرية إرهابية على كل حال رئيس الدولة عندما يقول هذا الكلام هو يضع إطارا عاما لحل المشكل والإجراءات والتفاصيل ممكن أن يتم معالجتها فيما بعد وأنا أعرف أنه منذ مدة على الأقل من عام أو عام ونصف تتم تابعة هذه المسألة من يعودون يقعون تحت الرقابة والرأي العام بشكل عام والأطياف السياسية تقول أن الإختصاص الشخصي للدولة يفترض متابعة هؤلاء من قتل الناس ومن شرد ومن عذب حتى خارج حدود الدولة ممكن أن يشمله القانون التونسي وممكن أن يعاقب على جرائم إرهابية لكن نعلم أن هناك متابعة الحقيقة حتى في الرقابة الإدارية اليومية التي تتم من قبل الأجهزة الأمنية وإن شاء الله يكون هناك خطة معناها تجنب البلاد الكوارث التي يمكن أن يجلبها هؤلاء نعم برأيك يعني ما يعني هيك تصور إلى حد ما أستاذ محمد يعني ما هي الخطة التي قد تجنب البلاد من تداعيات هؤلاء الأشخاص كيف يمكن احتواء هؤلاء الأشخاص والبلاد تمر بأوضاع سياسية غير مستقرة إلى حد ما هو خلينا أنا متابع الحقيقة لما يحدث على هذه الساحات التي أغرقت بالتكفيريين وبالإرهابيين كما كالساحة السورية والساحة العراقية هناك مصالحات نحن نتابعها تجري على الأرض السورية كما حدث في المعظمية وفي خان الشيخ الشيخ مؤخرا هناك أشخاص يسلمون السلاح أو يذهبون إلى منطقة أخرى وهناك عدد كبير يبقى لعين المكان هل أنه سيسعى مرة أخرى لحمل السلاح والقتل والذبح وكل ما مورس أم أنه سيندمج في الحياة العامة أعتقد أن الدولة يجب أن تقوم بمجهود لأنهم جربوا وشافوا ومنهم الكثيرين من يقولون أنهم تورطوا في أعمال وشاهدوا بشعة وفضاعة الإرهاب والتكفير والتغرير الذي حدث من بعض الدول والذي حدث أساسا من النفط الذي عنده استعداد أن يعود إلى الحياة العادية المدنية العادية ويقول عن نفسه إرهابي سابق أعتقد كونه لابد من إدماجه محاولة إدماجه في حظيرة المجتمع مرة أخرى ولغة أخرى نقول ما زالت شهوات القتل موجودة في كيانه نقول كلمة أنه إذا عادت العقاري بعدنا لها بالنعالي هناك السجون وهناك المكان المخصص لهؤلاء نعم أيضا الرئيس التونسي يقول في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية لن نضعهم جميعا في السجن لأننا إن فعلنا ذلك ليس هناك ما يكفي من السجون لدينا بل سنتخذ الإجراءات الضرورية لتحييدهم ونحن نراقبهم أولا إلى أي حد فعلا هذا الوضع له علاقة لوجستيا بموضوع السجون وعدد السجون وإن كان يتسع أو لا هناك من يعتبر بأن هذا الموضوع يعني تحديدا موضوع عودة الجهاديين بين مزوجين لها علاقة بالموضوع السياسي أيضا وليس فقط بموضوع الاستيعاب الحقيقة لا أحد يتمنى أن يكون له احتياط إرهابي في البلاد يعني المشكلة المعاين وملموس من الجميع أن هذا مرض يصيب الشباب غذته بعض الأطراف واشتغلت عليه عشرات الألاف جاءوا من كل حدب وصوب حتى من أوروبا، إنجليز، فرنسيين، كنديين، أمريكان عرب من كل جهة هذا طعون أصاب الشباب وعلينا كما هو سيد الرئيس يقول أنه لا يمكن استيعاب كل هؤلاء في السجون لأنه السجن إذا كان هناك محاولة لإعادة الإدماج ولبذل مجهود خاص على هؤلاء في سن 22 وال24 وال26 ممكن أن يعيش الإنسان تجربة ثم يعتبرها معناها انتكاسة وقعت له ويتجاوزها أعتقد أن المراقبة اللسيقة نحن عنا على مستوى القوى الأمنية عنا حقيقة فرق إرشاد اسمها فرق الإرشاد هذه ممكن أن تتحول كانت في السابق تشتغل على المعارضين للنظام والمطالبين بالديمقراطية اليوم ممكن أنها تجمع المعلومات والمعلومة تسري وهناك تعاون كبير على مستوى الشعبي الحاضنة الشعبية تبدو مفقودة في تونس للتطرف والإرهاب والقتل كما حدث في منطقة بنجردان التي هجموا عليها وأرادوا أن يجعلوا منها إقليم قاعدة في شهر أذار ومنوا بهزيمة قتلة منهم حوالي 60 واحد في يومين وكانت مفخرة للجيش التونسي والحرس الوطني والقوات الشرطة أعتقد كون المجهود الأمني للرقابة لمن تاب وعاد إلى حضيرة المجتمع أن يعامل معاملة عفا الله عن مسلف كما حدث قلت في المصالحات التي تجري في القطر العربي سوري ومن لا يزال يتحدى الدولة والمجتمع ويريد أن يخرب ما كانوا معلوم أيضا وقانون الإرهاب في تونس سيحاسبون بهذا القانون وهو قانون فيه ظروف تجديد خاصة به من يريد أن يخرج من السجن وعمره ظهره مقوس وأسنانه مش موجودة يتفضل يقعد 20-30 عام في الرطوبة في السجون على كل حال موضوع المراقبة اللصيقة له وجهان وجه حفظ الأمن ولكن هناك قد يتم التمادي في هذه المراقبة أنه بالنهاية من يراقب هو شخص وبالتالي قد يكون صادق قد لا يكون صادق قد يتأثر بشيء ما قد لا يتأثر هذه العوامل كيف يمكن ضبطها في المراقبة الأمنية أنا أقول أنه في بلادنا ليس هناك أي إمكانية للعودة إلى الاستبداد وتوظيف الجهاز الأمني في خدمة حاكم أو في خدمة حزب بعينه الأمن يتطور في وأنا كنت ممن أشرف في مدة من المدد في وزارة الداخلية على إصلاح الجهاز الأمني وما زلت أقول إلى حد الآن أنه الأكثر قابلية للإصلاح ليصبح ديمقراطي وليستوعب الانتقال هو هذه الأجهزة التي تعودت بالنظام وتعودت بالانضباط وأعتقد أنه مهما يحكى اليوم ليس هناك انزلاقات ملفتة للنظر قواتنا الحاملة للسلاح من جيش وشرطة وحرص وطني وحماية مدنية اليوم تقوم بأداء مهم جدا جعل منسوب الإرهاب ينخفض إلى أدنى درجاته خاضوا معارك خسروا شهداء وأعتقد أن ثقتنا فيهم وفي هذا الجهاز ومزيد تطويره ومزيد تربيته على الموضوعية وعلى الدقة أن لا يتحول إلى كبت وضرب للحريات وأنا لا أعتقد أن هناك حريات مع الإرهاب والديمقراطية حتى في الحرب نحن نتابع الحرب الدول والجيوش تقوم بحرب تعاقدية ولكن هؤلاء لا يتعاقدون هؤلاء منفلتين من أي عقال وأقول أيضا حتى في هذه المتابعة أو في التحقيق أو في غيرها أن التحقيق مع الإرهاب يختلف مع الحق العام لا توزع فيه الشوكولات نعم على كل حال سنتابع النقاش ولكن بعد أن نستمع إلى الحدث اليوم إذن اقرأ الحدث وتفاصيل الشروق التونسية مؤتمر الاستثمار والتنمية الحقيقية بلغة الأرقام يمكن القول أن الندوة الدولية للاستثمار نجحت إلى حد كبير في تحقيق أهدافها وفي إعادة الثقة إلى بلادنا كوجهة جاذبة للاستثمارات بعدما حصلت على حزمة مهمة من المساعدات والقروض الأجنبية والعربية في هذا المؤتمر 34 مليار دينار هو بلا شك رقم مهم في معادلة الاستثمار والتنمية وفي ميزان الوضع الاقتصادي الوطني الراهن والواهن وخصوصا بعد نزيف التراجعات الحادة في الاستثمارات الأجنبية منذ الرابع عشر من كانون الثاني يناير 2011 لكن مثل هذا الرقم برغم أهميته فهو في النهاية ليس سوى وسيلة لغاية أهم وأكبر تتمثل في التنمية بأوجهها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية صحيح أن الرقم هو المفتاح الحقيقي لكل مؤشرات التنمية والنمو الاقتصادي لكن الرقم الذي لا يتحول بفعل معادلة التنمية إلى عمل محسوس وملموس يعطي مفعوله في حياة المواطن وفي مستوى عيشه فلا قيمة ولا وزن له بهذا المعنى لن تكون حصيلة الندوة الدولية ذات جدوى إذا اقتصرنا في التعامل معها كأرقام لعدد المليارات والاتفاقيات والمشاريع التي حصلت عليها بلادنا في هذا المحفل الدولي وإذا لم نبادر إلى تحويل لغة الأرقام هذه إلى لغة تنموية يفهمها المواطن أولاً ويستفيد منها ثانياً التنمية الحقيقية ليست مجرد أرقام بل هي استخدام هذه الأرقام وترجمتها على أرض الواقع بمشاريع شغل ومواطن تنتشل المواطن من براث البطالة والفقر والجوع تايمز الاتحاد الأوروبي يقترح تقديم مساعدات للنظام الأسد في إطار اتفاق سلام في الوقت الذي تصل فيه معركة حلب إلى المرحلة النهائية يقال إن المسؤولين الأوروبيين اقتنعوا بأن مطالبهم السابقة بإسقاط الأسد غير وقعية وسط شعور متزايد بأنه جرى تهميش أمريكا كشريك غربي في المفاوضات بدلاً من ذلك قدمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيرين مقترحات جديدة لقادة المعارضة في اجتماع عقد قبل أسبوعين مع عرض بتقديم مساعدات واستثمارات لجميع الأطراف وتتضمن المقترحات نقل السلطة إلى المحافظات السورية بما يسمح لقوات المعارضة المعتدلة بالاندماج في القوات الأمنية المحلية وبقاء مؤسسات الدولة المركزية وإن تحت رقابة ديمقراطية أكثر في نهاية المطاف من دون أن تأتي المقترحات على ذكر مستقبل الأسد وقال مصدر مقرب من المعارضة إن ما أرادته موغيريني هو تقديم خطة الاتحاد الأوروبي على أنها الحل للصراع مضيفاً هناك عملية انتقالية لكن التفاصيل مبهمة في المقابل إذا قبلت كل الأطراف ما يقوله الاتحاد الأوروبي فسيكون هناك وعاء ضخم من المال وأكد ديكلوماسيون أوروبيون الخطوط العريضة للمقترحات ومن غير الواضح ما هي الحوافز التي يمكن أن تجعل النظام يقبل مقترحات الاتحاد الأوروبي وخصوصاً الآن حيث يعتقد بأنه ربح الحرب أستاذ محمد بالنسبة للمؤتمر الدولي للاستثمار في تونس هناك ما نعتبر بأنه حدث اقتصادي كبير وضخم لتونس ما بعد الثورة إلى أي حد جاء هذا المؤتمر على مستوى التمنيات وعلى مستوى التطلعات لتونس شكراً هو إضافة لا نستطيع أن نمر عليه ونقول أنه لم يحدث شيء أو أن هذه مجرد وعود لغير قابلة للتحقيق هو حدث ممكن أن يضيف كثير من الثقة لمصدقية هذه الحكومة حكومة الوحدة الوطنية الذي يجب أن نفهمه في هذا الموضوع هو أن هناك مشكلتين في تونس الآن هناك مشكلة ميزانية يعني مشكلة موازنة لسنة 2017 في حاجة إلى الدعم في حاجة فيها حوالي 8 مليار دينار نقص هناك نسبة نمو لم تتجاوز الواحد بالمئة من مدة هناك ميزان تجاري مختل الحقيقة هناك مشكلة اقتصادي ومالي وتنموي قائم وهو يعترض موازنة 2017 ثم هناك مشكلة تنمية أيضاً يعني ممكن رفع حجم المديونية التي بلغت اليوم 62% من الدخل القومي الخام وهناك ثقة لخدمات الدين كبير جداً اليوم يلقي بكلكله في تراجع النمو عندما جاءت هذه المشاريع ونحن كلنا نعرف أنه من وعد بمليار دولار استثمار ومن وعد بمائتين وخمسين مليون دين دولار ومن أعلن عن شراكة في بناء مستشفيات ومرافق وغيرها هذه ستوفر مواطن شغل حتماً وهذه لا بد من تخصيبها كمقترحات وأعداد الدراسات الفنية اللازمة والبدء فيها سيكون في الحد الأدنى بعد ستة أشهر وليس لموازنة 2017 في مطلق الأحوال الرقم المقدم الآن هو 15 مليار دولار وهو حجم مديونية تونس تقريباً إذا في نهاية المطاف صح منه حتى عشرة أو سبعة أو خمسة سيساعد في دفع الاستثمار وفي تنمية البنية التحتية إيجاد مواطن شغل وتسهيل عودة الإنتاج لأننا لدينا مشكلة إنتاج ومشكلة إنتاجية ما نستهلكه وما نستورده أكثر بكثير بات اليوم مما ننتجه وهذه هي الأزمة وهي معادلة بسيطة لدى الاقتصاديين وخبراء المال نحن لا نقول أن مشاكل تونس حلت ولكن نقول أن هذه خطوة على الاتجاز صحيح ستدعم الثقة في هذه الحكومة وسنرى في الحقيقة الناس يقيسون على وعود ومؤتمرات مانحين حدثت في أكثر من مكان من العالم وفي نهاية المطاف إلا ويكون هناك شيء إيجابي في هذا وأقول أنه قبل كل شيء استبشر الناس في الشارع في سيارة الأجرة وفي المطاعم وفي أماكن العمل بأن الدولة مازال هناك ثقة يأتون أناس من الخارج ويعلنون عن نيتهم في الاستثمار تونس مناخها الاستثماري تحسن جدا بالنظر إلى السيطرة على مجميع الإرهاب وصدر آخر ما صدر هو أن تونس ترتيبها في الخمسة وثلاثين تأتي بعدها مباشرة للولايات المتحدة ونحن قبل بعض الدول الأوروبية من حيث التهديد الإرهابي هذا ممكن أن يعيد السياحة في الموسم القادم ممكن أن يشجع أكثر فأكثر المستثمرين ومازال مجهود كبير للموانئ وللطرق السيارة ولغيرها نتمنى أن هذه الحكومة تنكب عليه وتستعين برأس المال الاستثماري الخارجي والداخلي لأنه هناك انكماش حتى على مستوى المستثمر الداخلي في تونس الصعوبات كبيرة جدا انهيار الدينار في شهر واحد في شهر مايل فارط بـ 17% هذه 17% أضيفت لخدمات الدين بالدولار وباليورو الناس مستبشرون في تونس وأنا واحد من الناس الذي أقول أنه مهما ترسب من هذه الوعود سيكون في مصلحة هذه البلاد وفي تنمية اقتصادها نعم على كل حال ليس فقط موضوع الأمن الذي يؤثر في هذه الاستثمارات هناك من يتحدث عن الموضوع الاستقرار السياسي وكما هو معلوم إلى أي حد يتأثر الاقتصاد بالاستقرار السياسي أيضا كيف يمكن تفادي هذا الموضوع أولا هناك إضرابات على الأبواب هناك من يتحدث عن تعديل حكومة أو تغيير حكومة وأيضا هذا بدوره يؤثر على موضوع الاستثمارات كيف يمكن تفادي هذا الأمر الاستقرار السياسي نحن في انتقال ديمقراطي هو الأقل كلفة في المنطقة العربية وهذا ملموس من الجميع أنه استطعنا أن ندير الخلاف بدون سلاح وبدون عنف في المنسوب الأدنى للعنف الذي حصل ليست هناك تجربة ديمقراطية والناس لم يتعودوا على وجود منافس خلال سبعين عام كان هناك حزب حاكم ورئيس حاكم وكانت كل المعارك السياسية تخاض داخل الحزب الحاكم لم يكن هناك منافس اليوم نحن نتعلم الصراع الذي يشق تنظيم سياسي ما ثم يحافظ على علاقته خارج التنظيم بتنافس وممكن صراعات أخرى هناك خلطة الحقيقة تأتي بها الثورات هي خلطات عجيبة تأتي بها الثورات والانتقال قد يدوم من 10 إلى 15 إلى 20 سنة وهذا شفناه في إسبانيا وفي غير إسبانيا من تعدد حكومات ومن أحزاب معناها تظهر وتختفي كنا في 2011 في 250 حزب اليوم الحديث يتم عن ستة أو سبعة أحزاب انضاج الساحة السياسية وترتيب أولوياتها على مستوى داخلي ثم على مستوى الإقليم الملتهب وعلى مستوى السياسة المتغيرات في السياسة الدولية هذا الكل أعتقد أنه سينعكس على الاستقرار ثم أن الناس يجربون الصراع وحالة التفكك ثم يستفيدون من الدروس ليس لنا تجربة كبيرة ولا ندعي أن هناك تجربة سابقة في الديمقراطية وفي تنظيم العلاقات السياسية في داخل الساحة ونعتقد أن الخلاف مهما بلغ سيبقى في حدوده أنه هو خلاف سياسي لا يتعدى إلى مناطق العنف وإلى مناطق الاشتباك المختلف عن بلاتويت تلفزات والرأي والرأي المخالف نعم أيضا في هذا الموضوع لم توجب حضرتك ولم تحدثنا عن موضوع العدم الاستقرار السياسي أيضا لنبدأ بموضوع الاتحاد العام التونسي للشغل لديه مطالب وهو سيقوم بإضراب من أجل تحقيقها كيف يمكن أيضا أن يتم الاستفادة من كل هذه الاستثمارات والقروض في سبيل تحقيق هذه المطالب تحديدا ما هو متعلق بزيادة الأجور وأيضا بموضوع الحد الأدنى للأجور اتحاد الشغل هو مؤسسة عشنا في أكثر من في تاريخنا أنه نقول أن الاتحاد هو الخيمة الأخيرة ونحن نعلم أنه سنة 1955 و 1956 على أبواب الاستقلال لعب الاتحاد العام تنصر الشغل دورا في الحسم وفي بناء الدولة الحديث اثنين في 2011 لما قامت الثورة كان الاتحاد خيمة أجمع عليها الجميع وهناك أيضا في الاتصال والتواصل وفي النقاش هناك أعتقد أنه ثم أزمة اتصال حدثت في المدة الأخيرة أنا أذكر أنه قبل هذه الحكومة الوحدة الوطنية التي فيها شخصان مهمين هما محمد الترابلسي والسيد عبيد لبريكي وهما شخصيتان نقبيتان بامتياز من القيادات التاريخية لزيري فومت على الاتحاد كنت دعوت إلى أنه يكون الاتحاد الشغل جزءا من منظومة الحكم في هذه المدة الانتقالية ومش أنه نتفاوض معه نشركه في اتخاذ القرار ونطلعه على كل شي بمعنى أن نقول له هذه هي إمكانيات البلاد وإذا أمكن أن زيادة الأجهور تصل إلى أي رقم خيالي شوف وتفضل وإذا لم يكن بالإمكان فتحافظ على وظيفتك الاجتماعية كاتحاد شغالين ثم أنه يعني هل إلى هذا الحد بعيد الاتحاد عذرا على المقاطعة أستاذ محمد ولكن إلى هذا الحد الاتحاد يعني يعيشوا في خارج تونس لا يعرف ما هي الإمكانيات للسلطات لا يعرف كيف يكون تحقيقة بالإضافة إلى أن هذه الزيادة قد أقرت سابقا هي أقرت في خطأ حكومة سابقة أنا كنت عضو فيها لمدة تسعة أشهر وكان جزء من الخلاف أن أحاول هذه الزيادات غير القابلة للتحقيق وقدمت استقالتي وذهب وكان حاول هذه النقطة بالتحديد اليوم ما حصل حصل الزيادات أضيفت هناك التزام مع الشغالين بزيادة الأجر وهناك التزام مع كريستين لغارد في صندوق النقد الدولي بعدم زيادة مثل شخص يقول له يعني أرفع يديك وعطيني هويتك ما فيه إمكانية اليوم نحن أمام المطب ونحن أمام موازنة لـ 2017 ما قلته سابقا هو مدى تشريك اتحاد العام التونسي للشغل قلت الفرق بين التشريك والتفاوض معه أن يكون هو طرف يدافع عن مصالح منظوري والحكومة تدافع عن البرنامج الخطأ التواصل ما يقوله الاتحاد يقول نحن نستعدون لتقاسم التضحيات مستعدون لنضحي لكن هناك أولويات أخرى مثل محاربة الفساد ومثل أموال الدولة لدى البعض المتهربين جبائيا ويعني موضوع كامل أعتقد في نهاية المطاف في نهاية المطاف ما يعتبر تهديدا بعدم الاستقرار في موقف الاتحاد العام التونسي للشغل أعتقد أنه سحابة صيف وأعتقد أنه سيتم التوصل إلى حلول لا يمكن معها الحديث عن عدم استقرار وضع سياسي في تونس يمكن أن يعطر الاستثمار الخارجي أو الداخلي نعم ولكن هناك أيضا نحن أعرف أنه بالنسبة للمنظمات المنظمات الاجتماعية ما يقع الآن هو نوع من لي الزراع صحيح هذا طبيعي بين السلطات هذا طبيعي بين المطالبين والسلطات أن يتم اللجوء إلى لي الزراع نعم هو لي الزراع بسيط في الديمقراطيات ممكن أن يحدث ولكن المشكلة في نهايته نهايته لن تكون كما يتوقع البعض من أنها الذهاب للفوضى تتحدث حضرتك أنا لا أعتقد فيه مطلقا نعم تتحدث حضرتك عن موضوع أنه قد يتم التنازل أو التقاسم أو التأجيل إلى ما هناك ولكن في المقابل هناك القطاع الخاص الذي يلوح بانضمامه إلى القطاع العام وهو يريد أن رفع الحد الأدنى للأجور وهذه مشكلة حقيقية في حال انضم القطاع الخاص إلى القطاع العام في الإضراب أعتقد أن هناك حلول ممكن مزالة هوامش كبيرة مدام أمام الحكومة وأمام امتحاد الشغل وأمام امتحاد الصناعة والتجارة أيضا هناك هوامش ممكن التحرك فيها في هذه الأسابيع من شهر 12 إلى حين المصادقة على الموازنة وأعتقد أنه حتى رئيس الجمهورية ممكن أن يلعب دور في هذا وفي التقريب بين وجهات النظر والتهدئة والحلول ممكن ترحيل بعض المشاكل إلى سنة ممكن ترحيلها إلى ستة أشهر هذا هو ما يجعلني أطمئن إلى حين هذا الترحيل بناء على ماذا سيكون الوعد هذا الترحيل المشكلة إلى سنة أو ستة أشهر بناء على ماذا سيكون بناء على إعادة العجلة إلى الدوران بشكلها الطبيعي لأنه الآن ليس أمامنا سواء أن نتداين من الخارج ونرفع من حجم 62% من الدخل القومي الخام إلى أرقام أخرى بدون نسبة نمو لن يتحقق التشغيل وكل زيادة أعتقد كل زيادة غير محسوبة سيدفعها الأجراء في الأسعار التي ترتفعه في منسوب التضخم هذا يناقش الآن أنا على يقين من أنه يناقش الآن بين المنظمات الاجتماعية وبين الحكومة وأعتقد إذا كان الخوف على الاستقرار السياسي في تونس من هذا الباب فلا أعتقد أنه بنسبة كبيرة هذا الخوف تتحدث عن إدارة العجلة إلى ما هناك نعود إلى موضوع الاستثمارات أولا هذه المليارات كيف يمكن أن يتم استثمارها تحدثنا قبل قليل عن هذا الموضوع ولكن ليس بالتفصيل كيف يمكن استثمارها من أجل أيضا زيادة العجلة أو إعادة العجلة إلى الدوران هل اعتماد على هذا الموضوع؟ هناك جملة مفردات ممكن عندما تجتمع أن تعيد عجلة الاقتصاد إلى الدوران منها هذه الاستثمارات لأنه هي توفير شغل توفير البنية التحتية المستشفيات بعض المصانع الشراكة بين هناك قانون جديد هو في شراكة بين الدولة وبين المستثمرين لأن المستثمر عندما تكون الثقة مهزوزة في الاقتصاد أو في الاستقرار السياسي كما قلنا أو في الوضع الأمني لا بد له من ضمان الضمان يكون أن الدولة مساهمة معه ثم محاربة الفساد أنا أقول أنه حتى اتحاد الشغل و بعض المنظمات تحتج على هذا الموضوع نحن لم نرى إلى حد الآن حقيقة حرب على الفساد هناك ألاف المليارات يمكن أن تعالج بالفساد ومهما قيل من أن هذا الموضوع صعب أنا لا أرى ذلك أستاذ محمد فعلا هناك اتهام للسلطات والسلطة التونسية بأنها تريد تسويف الموضوع وأيضا تميع المطالب بالاعتباد على محاربة الفساد كيف يمكن تأجيل إقرار مطالب ما إلى حين القضاء على الفساد وهل ممكن القضاء على الفساد بين ليلة وضحاها حتى ستة أشهر هل هذه مدة كافية محاربة الفساد ممكن تقع بدءا من بداية الأسبوع عندما نقول أنه بداية الأسبوع نبدأ من محاربة الفساد أنا سمعت كثير النهاية من الإرادة الحقيقية الحقيقية لدى هذه الحكومة حكومة الوحدة الوطنية وحتى من رئيس الجمهورية الذي يقول هذا أولوية الأولويات محاربة الفساد يمكن لأن الترتيبات تأخذ قليل من الوقت يمكن أن مؤتمر الاستثمار الذي كان يعد له وانتهى في هذا الأسبوع كان أحد أتمنى أن يكون أحد المرجئات ولكن الفساد الحقيقة هناك بعض الملفات تأخذ وقت وتتطلب تدقيق وتحقيق الفساد في كل مكان وأعتقد أنه من السهل هناك هيئة يرأسها العميد المحامين السيد شوخي الطبيب فيها فيها ما يمكن تناوله في شهر وشهرين أول أول شيء أن نعطي إشارة إلى الشعب حتى يثق في حكمه أنا أقول أن إعادة الثقة للناس في هذا الحكم هي في محاربة الفساد وليس في الجسور هذه عنوين فطفادة في حديث عن الموضوع على كل حال سنتابع هذا النقاش بعد الفاصل ولكن أيضا موضوع رفع الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور وإقرار الرتب ورفع الرواتب أيضا هذه تقع في ضمن محاربة الفساد خصوصا إذا كنا نتحدث عن القطاع العام والقطاع الخاص نحمل هذا السؤال ولكن إلى ما بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعا أعود أو راحب بضيفنا من العاصمة تونس وهو القيادي المؤسس في حزب نداء تونس الأستاذ محمد لزهر العكرمي أهلا وسهلا بك أستاذ محمد كنا نتحدث عن موضوع الزيادات وموضوع محاربة الفساد وسألت حضرتك تحدثت أيضا حضرتك عن موضوع عودة الثقة بين المواطن والحكم أو السلطات أولا كيف يمكن النقيس هذه الثقة إن عادت كيف يتم معرفة ذلك هذا أولا ثانيا أيضا موضوع رفع الأجور هو أحد أوجه لا تعتبره أحد أوجه محاربة الفساد خصوصا للموظفين القطاع العام في الدولة الذين دائما متهمون بأن الفساد هناك شكرا لابد من شيء من التفصيل في هذا الموضوع موضوع الفساد موضوع كبير جدا لأنه أنا دائما أقول الاقتصاد الموازي في تونس يشكل 54% وبالتالي واردات الدولة ستكون في حدود 46% تمويلها للمشاريع غيره غيره محاربة الفساد هذا القمقم هذا المارد الكبير الذي يملك من الإمكانيات ونحن نعرف أنه في المجتمعات العربية عادة الفساد يجمع حوله الناس بسهولة أكبر من نقيذه ومن عكسه لأنه السهولة والتخفي وغيرها وهو قائم على مسألة تاريخية دولة الغصب لا يتمنى الناس أن يدفعوا لها أموال لا يراقبونها هذا تاريخ محاربة الفساد تقتضي تقتضي قضاء ناجزا محايدا مستقلا يثق فيه الناس اليوم عنا إشكال أحبابنا أمكرهنا عنا إشكال في القضاء لمن ستحيل هذه الملفات لهؤلاء الفاسدين لماذا هناك إشكال لا نريد أن نتوسع فيه لا نريد أن نتوسع في ضخ الأموال لماذا هناك إشكال فيه لمن سنحيل هذه القضايا في القضاء القضاء أقولها وأتحمل مسؤوليتي في هذا لا أقول القضاء فاسد هناك فاسدين مرسكالين لا يزالون موجودين ويمكن أن يساعدوا الفساد أكثر من أن يساعدوا الثقة والصح والديمقراطية والتحول الذي حدث في البلاد هناك ضخ أموال من الخارج لا أملك بشكل دقيق وثائق دقيقة دولة أملك هذا هناك مال يضخ من الخارج للإفساد والتقريب ولشراء الزمن سؤال هيك قبل أن ننتقل إلى المسألة نعم ولكن سؤال دعني هيك فقط سؤال يعني ليس فقط لك لا تتحمل حضرتك فقط الإجابة ولكن هو سؤال برسم ربما أكثرية الدول العربية يعني لماذا دائما عندنا الفساد مرتبط بأشخاص في حين أنه الفساد يمكن محاربته بالقوانين وفرض وتطبيق القوانين يعني لماذا كل هذا الفساد موجود في الدول العربية وننتظر أن نشتدته في حين أنه في الدول الغربية موجود يعني ولكن دائما هناك عمليات تنظيف يعني ومراقبة زيادة وهناك قوانين يعني لهذا الفساد توضع مهما وضعنا من قوانين إذا لم تأتنمية هي تنمية بشرية وأقول أعطيكي الفارق دائما أعود للثقة في الحكم أن يبلغ الناس عن الفساد أن يذهبوا إلى المسالك الصحيحة في دفع الضريبة وفي التجارة وفي غيرها ليجب أن يكون هناك ثقة في الحكم عندما يكون هناك ثقة في الحكم وما تكون هناك مهمة حقيقية ترين في تجارب التاريخ النساء تنزع الأقراط وتنزع الحلي وتسلمه للدولة مش الضرائب ينزع حليهم يعطوا أولادهم للحكومة وللدولة عندما تكون الثقة مهزوزة وعندما يكون الحاكم يعني لم يقدم مؤشرات على التساق بهذا الشعب بفقراءه بنخبه بغيرها يتراجع المد في اتجاه السلطة هذا نلحظه وعشناه ونعيشه إلى حد الآن أنا أقول الرسائل التي يمكن أن تبعث للشعب اليوم هي محاربة الفساد هي بعض التمسيح التي أكلت من مال الشعب والتي اعتدت سواء في الإدارة أو في الأمن أو في القضاء أو في غيره أو في غيره أو في غيره نقيم ثروة شخص ونرى دخله إذا قيمنا عشرين سنة في ثروة شخص يعني هذا هو بالخلاص القانون من أين لك هذا؟ مثلا من أين لك هذا؟ على كل حال سنتابع نعم على كل حال أستاذ محمد ممكن أن نتقدم في هذا أنا عندي أمل أن نتقدم في هذا لأن الملفات جاهزة وهي محل المتابعة نعم عذرا عن المقاطعة ولكن الوقت يدهمنا نذهب إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم أهلا بكم جولتنا على الأبرز مع عنوانته بعد الصحف العربية الصادرة هذا الصباح والبداية مع صحيفة الشركة التونسية الحوار طريق الحلول بين النقابات وجلول نبقى مع هذه الصحيفة ونقرأ في عنوينها أيضا اليوم لقاء حاسم بين السبس والعباسي ومصرع أبو بكر الحكيم في سوريا تورط في اغتيال الشهدين بلعيد والإبراهمي ننتقل إلى صحيفة الصباح الجديد العراقية الشرطة الاتحادية تستعد لاكتحام معسكر الغزلاني مكافحة الإرهاب يسيطر على أحياء البكر والإخاء الأولى والثانية قادمون يانين وتعلن تحرير 361 قرية في المحافظة خلال 45 يوما داعش يأمر أنصاره تجنب تطبيقات التواصل في الهواتف مشروع قانون موازنة 2017 على تعويلة البرلمان اليوم تقصيص ثلاثة تريليونات دينار للحجر الشعبي ننتقل إلى صحيفة الوطن العمانية الجيش السوري يعيد الاستقرار لمناطق واسعة من أحياء حلب الشرقية تعليمة للإرهابيين بقتل أي مدني يحاول الخروج وفي عنوين هذه الصحيفة القوات العراقية تستعيد أكبر أحياء شرق الموصل ومحاولات داعشية شريسة لمنع تقدمها إيران تعتزم الرد على تمديد العقوبات الأمريكية ننتقل إلى صحيفة القبس الكويتية ستة وزراء يعودون والكندري محلل محتمل مشاركة حدث في الحكومة غير مستبعدة خادم الحرمين يعيد تشكيل كبار العلماء والشورى إعفاء وزير العمل ومدير عامل جمارك ونقرأ أيضا في عنوين هذه الصحيفة المعارضة تصد هجمات وتفاود روسيا قصف مكثف على حلب ننتقل إلى لبنان واخترنا منها صحيفة السفير فرنجي لا يدخل القصر ببيان الحكومة معلقة الدولية للمعلومات هذه نتائج انتخابات 2017 وفق الستين وتحالفاته حلب عجلة الحياة تعاكس تقسيمها لا شرقية ولا غربية وحملات لإغاثة الهاربين من المسلحين وزير الحرب الأمريكي مهووس بالدم ننتقل إلى صحيفة القدس الفلسطينية إسرائيل تصابق الزمن لبناء عشرة ألاف وحدة استيطانية في القدس خلال الفترة الانتقالية في أمريكا وقبيل تسلم ترامب الرئاسة نائب رئيس بلدية القدس موجة هجرة يهودية إلى المدينة قريبا اعتماد القدوم والزعنون وغنيم أعضاء شرف في مركزية فتح 436 مرشحا للمجلس الثوري و65 للمركزية نبقى مع صحيفة القدس إصابة شاب بالرصاص الحي وعشرات حالات الاختناق في المسيرات السلمية الأسبوعية مستوطنون يعتدون على مواطن من الساوية نختم مع عنوان بارز في صحيفة الأهرام المصرية وجاء فيه روسيا تنفي وساطة تركية للتواصل مع المعارضة السورية مع هذا العنوان نختم جولتنا شكرا للمتابعة ونعود الآن إلى برنامج آخر طبع شكرا للزميلة بيستانتراف على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم أعود إليك أستاذ محمد في عنوين صحيفة الشروق التونسية عنوان ملفت جدا وهو مقتل أبو بكر الحكيم في مدينة الرقة وكان قد تبنى في فيديو شهير مقتل الشهيد شكري بلعيد والشهيد محمد الابراهمي ما تداعيات ذلك وكيف تقرأ هذا الخبر يعني هو الخبر يعني للإثبات يبقى دائما الإثبات هذا مجرد خبر صحفي مجرد خبر إعلامي حتى إن ورد من قناة أمنية أو من جهة أمنية والشخص معروف أنه حركي جدا وأنه من المنظمين ومن العقول للمفكرة بالتأكيد سيكون قد نقص أحد المخططين نعم بالنسبة لملف الرؤوس القيادية لتنظيم للإرهاب في تونس نعم ولكن بالنسبة لملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الابراهمي أيضا بماذا يؤثر هو في مطلق الأحوال لم يكن يقيم في تونس لم يتم لا بحث ولا الاستماع إليه وبالنسبة لملفين الحقيقة هناك مراوحة كبيرة جدا على مستوى القضاء في تونس وهناك يعني اهتزاز ثقة حدثة من خلال هذين الملفين تعرفين صعوبة كشف الاغتيالات على كل حال الأطراف السياسية في التاريخ وفي تونس وفي غير تونس دائما الاغتيال السياسي وراه أطراف سياسية هناك يعني مساعي كبيرة لتمس الحقيقة وهناك ما يضاهيها وما يزيد عنها من المحامين السلطات متهمة بتمس الحقيقة وأيضا تدمير الأدلة وتجاهل بعض الأدلة لتمس الحقيقة حقيقة لا أستطيع أن أتهم مباشرة لكن أقول أنا من المسه وأنا محامي وشفت تطورات كثيرة خلال مدة البحث هناك مغالبة تقع اليوم بين طمس الحقيقة وإظهارها وأعتقد أن مغضع حق وراءه مطالب ستكشف الحقيقة اليوم من هي الجهات التي تحاول طمس الحقيقة برأيك أستاذ محمد والله هو افتراض أنا لا أقرأ وثيقة أمامي الآن الاغتيالات حدثت في زمن الترويكا المعروف بالترويكا اللي هي التحالف الذي حكم بين 2011 و2013 قد تكون جهات من داخل هذه الأطراف التي لا تتحمل سياسيا لا تستطيع أن تضع على ظهرها وعلى أكتافها اغتيالا سياسيا في تلك الفترة نعم ما زال لدينا دقيقتان أستاذ محمد يعني هيك أجوبة سريعة لو سماحت يعني موضوع أيضا المبادرة مبادرة الرئيس السبسي لإنقاذ نداء تونس يعني هناك من يعتبره بأنه يعيد مبدأ الحكم الأوليغرشي للبلاد ماذا تقول أنا على حد علمي ليس هناك أي مبادرة أطلقها رئيس الدولة لإنقاذ نداء تونس ليس هناك أي مبادرة على الإطلاق وما يقال وما يكتب في الصحافة هو ضرب من التخمينات هو لم يتكلم إلى حد الآن يقول أنا لا أتدخل وما أعرفه وما أعرفه يقينا أنه لم يطلق أي مبادرة هنا لابد من السؤال لماذا حتى الآن لم يبادر إلى إطلاق مبادرة لإنقاذ نداء تونس كما يتم الحديث ولكن في هذه المعلومات هنا المبادرة الرئاسية مع تفاصيل هناك تفاصيل لهذه المبادرة منها الدعوة إلى مؤتمر استثنائي حيث يعمل من خلالها الرئيس على توجيه الدعوة للفرقاء لتجاوز الخلافات القائمة ومنها إنجاز مؤتمر جديد خلال شهر جميع حزيران المقبل هذا قرأته البارحة في جريدة ولا أعتقد على الإطلاق أنه صادر عن رئيس الجمهورية هذه رواية مثلما يقال أن حدث أبو هريرة قال عن شخص هل يمكن أن يتقدم بأي مبادرة؟ لا لا أنا أجزم وأقول لك أن ليس هناك أي مبادرة تقدم بها رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية آخر مرة أنا شفته قال إذا توصلتم إلى اتفاق سأكون من المساندين والمزكين كيف سيتم تفادي أو تجاوز هذه المحنة والأزمة لنداء تونس برأيك؟ أنا أقول ربك وحده يعرف لأن هذا الحزب يبدو أنه حمل منذ تأسيسه وكنا ثلاثة أربعة لأسسناه حمل أسباب زواله أكثر من أسباب عملنا كان الإسلام السياسي يهدد البلاد يهدد المنطقة والاستحواذ والتطرف والخيام والعلم الأسود التكفيري كان يعمل تونس أعملنا حزب أخذنا به المرتبة الأولى في الانتخابات طلعنا رئيس الجمهورية وفيما بعد ظهرت شيخوخة مبكرة على هذا الحزب نحن نتابع مائسناش لكن أعتبر أن هذه الشيخوخة المبكرة قد تماجد كثيراً نتيجة حتمية برأيك؟ هل هناك سيكون حزب بديل عنه؟ صحيح أن الطبيعة تقبل فراغ لكن إلى حد الآن ليس هناك بديل عن هذا الوسط هذه المنطقة الوسطى التي ملأناها بين 2012 و2014 صحيح أن الطبيعة تقبل فراغ لكن ما زلنا نأمل في أنه تعاد لهيكل من جديد وظروف 2012 التي بعثنا فيها هذا الحزب كانت أصعب بكثير من هذه الظروف هذا ما نأمله وهذا ما نعول عليه نعم سؤالي الأخير لحضرتك موضوع عودة الديبلوماسية مع سوريا أيضاً طالما تحدثتم أيضاً حضرتك وقلت أن هناك سيكون قانون أو سيتتم المحاسبة للإرهابيين كما يتم في سوريا هل هناك ما الجديد في هذا الموضوع موضوع الديبلوماسية مع سوريا؟ والله شوفي الظروف الإقليمية والارتباطات الموجودة التاريخية والحالية كنا كثيراً نتمنى حتى في ندى تونس وأنا واحد منهم والأستاذ طيب البكوش وزير الداخل الخارجية السابق وعدد من الناس كنا نعتقد أنه لا مبرر على الإطلاق أن تقطع العلاقة مع سوريا أولاً ثم أن لا نعيدها الجيش العربي السوري والدولة السورية تتعرض إلى الإنهاك وتتعرض وكان من الأجدى بدل أن يأتي الروس ويأتي الإيرانيون وتأتي أطراف أخرى لتعزيز صمود هذا الجيش وهذا الشعب الكبير هذا الشعب مصدر العروبة أن نكون نحن لم نستطع أن نلعب دور في ميزان القوى هذا على كل حال إرادة أخرى وما زلنا ندفع في اتجاه أنه لعدى وتلنا مع سوريا ومع الشعب السوري والجيش العربي السوري وعلى كل حال حتى بمقاطعتنا أحنا اليوم يحققون انتصارات ضخمة لفائد الشعب ولفائد المنطقة ميزان القوى يتبدل إن شاء الله في المدة القادمة مع مزيد تبدل ميزان القوى نرى أن سفرتنا تفتح في سوريا ونرى هذه العلاقات الأخوية وعلاقات الأشقاء تعود إلى ما كانت عليها شكرا جزيلا القيادة المؤسس في حزب نداء تونس الأستاذ محمد لزهر العكرمي شكرا جزيلا على هذه المشاركة وعلى كل المعلومات التي أفتنا بها ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة